السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتعرف بطريقة مبسطة كده عن طريقة تحميل واستخدام برنامج زوم من قابلات الارتماع. الخطوة الاولى تحميل البرنامج. عندي طريقتين. تحميل البرنامج على المحمول موبايل. برنامج زوم. عندي الرابط ده تم ارشاله على الجروب. هو نفسه اكني باعمل باستخدم الاختيار هنا او هنا ده واحد. لانا استخدم رابط ده عشان اوصل احمل التطبيق. تطبيق زوم او لانا بكتبه من خلال خاص بالتطبيقات المحمول. بكتب كلمة في البحث. هيزهر للبرنامج بعمله انستور. الطريقة التانية طبعا انا عاوزة طب لو انا عاوزة ادخل من من الكتاب من حاسب الكمبيوتر اه او اللابتوب نظام الويندوز. فانا ببساطة شديدة. بدخل عجوجل بكتب كلمة زوم كلاود ميتنجز. بختار داونلود فور ويندوز زوم. مجرد ما اخترتها. بيفتح لي صفحة جديدة. وصفحة جديدة بتعمل داونلود اوتوماتيك. بيزهر لبرنامج دا بيعمله داونلود. وبعمله الاول ما بنتهي بعمل انستول للبرنامج عادي خالص. زي بحضر الاجتماع عندي. عندي رابط الدعوة الاجتماع نفسه. احنا بديبعته بالشكل داوت. اهم شيء فيه ده توقيت wedi 2016 2020. يوليو ح skal дел dire year 2020 от 18 00 или 2020DIA. هذا الوقت من الأجتماع ودوppe الرابط الاجتماعي من اعتبار الانت على قبل الاخ prayer night, ومبارد ان او Student Data او انا مش محتاج الرابط او انا محتاج الاخرى ايضا امحاجه للعب erste ثم ازا اوازه الرقم من الى التوقع اللoc举 او ماعدiau رقم هوية المقابلة او رقب المقابلة نفسه من هنا من الشمال اهوه زي المكتوب بنبعط عشان يبقى مخصص مش اي حد يدخل على كماع قيادات او الاعضاء اللي احنا محتاجينهم يدخلوا وده قلمة السير هم دول مهمين جدا ده المعلومتين مهمين جدا بتدخل زي معنشح بعد كده خلي بقى تتذكر ان احنا عندنا رقم قابلة نبعته وعندنا رابط برضو رابط ايضا ممكن تتخدمه ان انت تدخل بالمقابلة عادي ينفيش مشكلة خالص. الخطوة التانية احنا كنا بنكي الخطوة اولى كنا نتحميل البرنامج زوم من خلال المحمول او ادخل من لمحمول او ادخل من الخطوة التانية اللي هي الدخول الاتماع من الموبايل. تعالا نشوف من الموبايل نعمل ايه? طيب الخطوة الاولى انا عندي بعد ما حملت البرنامج من الرابط اللي احنا قلنا عليه. بذيظهر لي هنا الايكونة ده تضوم ااا. لتطبيق اكون تطبيق زوم. بضغط عليها. اما بضغط عليها بدخل على الخطوة على على الخطوة الثانية. آآ بيظهر لي الشكل دوت. الصفحة دي بيظهر لي. اشترك في المقابلة. فبضغط عليها. وبنتقل الى المرحلة التالتة اللي هي. بيظهر لي كده يقول لي ايه اه احنا كنا قلنا قبل كده اللي في ميتنج اي دي. هنا بقى بدخل ميتنج اي دي في شكل اله. ميتنج اي دي اللي هو رقم ميتنج. رقم ميتنج اي دي زي ما انا كدبين كده. ميتنج اي دي اه. بدخل الرقم هنا. لو في محتاج باسورد ميتنج دي هي باسورد فهيدخلني برضو اكتب الاسورد وبادخل عادي خالص. وبعد كده بعد ما كتبتها بيتفعل لك جزء دواتي قولك جوين اميتنج تترك في المقابلة او ادخل على المقابلة على طول. وكده انا بدخل وبازن الله ما يكونش فيه اي مشكلة. طيب. طيب لو انا بدخل من الكمبيوتر لابتوب ايه اللي بيحصل اهو. المرحلة اولى. خطوة الاولى. المرحلة الاولى في الخطوة التانية يعني. هنا انا انا ما كتبت بكتب زوم من اي حتة في جوجل. فما كتبت زوم من اي حتة في جوجل. قبل الشكل ده. فقبل اللي هو الصفحة دي. طيب بكتب جوين اميتنج شايفين هنا؟ جوين اميتنج. الجزء جوين اميتنج برضو شايف مقابلة هنا لا بكتب بس بدخل بقى من الوينتوز عادي من اللابتوب. فما بعمل كده بدخل على المرحلة. بانتقل للمرحلة التانية. ايه المرحلة التانية اللي انا بيجيب لي برضو مكان اكد ادخل فيه. بقى المقابلة اللي احنا قلنا عليه في الاول خالص. واكتب جوين. وارح بدخل لغة مقابلة. اه وبكتب جوين. طبعا غريبا هيبقى الميتنج اي دي والجوين. وان شاء الله اه في انتظاركم.